السلام عليكم و اعطيكم العافية ادري كلكم اطرين فيديو هذا طب احنا رح تكلم عن التليفون بالشغالات اللي هي الصح بالشغالات اللي تهمنا كتكنولوجيا ما رح يمني شكل بودي ما رح يمني شغالات الثانية رح نروح على gsm arena نسبة ما نقولها رح نشعل برنامج و اول موقع و نشوف شين المواصفات الموجودة شين انشاءالات اللي هزم ركز عليهم شين انشاءالات اللي ما تهمنا طبعا التصوير اما تصوير اشاءالات هالي النوت الديد او اس الالترا دائما معروف من اقوال اجهزة اللي تنزل من سامسونج ويكون قوي حق تصوير حق كل شي هالشغالات ما رح تكلمان عنها رح يتكلم عنها مائد ناس اتوقع من امس الالي و ما رح تكلم عنها رح تكرمكم عن الشغالات اللي هي تهمنا خلكم معي بالفيديو هذا طبعا ناس ما قلنا لكم هذا الموقع وهذا التليفون طبعا بشكل عام التليفون حق تكلم عن ابل شكل كديزاين بس على سامسونج طبعا دائما سامسونج يغلدون ابل وهذا شي معروف عنا من سنين بالديزاين مشارات هذي ديشة هواوي بالخط حولوا يرحون على هواوي بس ردوا مرة ثانية على ابل لن نسكروا هواوي نفس الشي كانت مع ايام نوكيا تل سامسونج قديمة كانت تغلد حتى ايام نوكيا قبل كان سوا نفس الشي الحجم نفس ما اهوا الكاميرا قوية صارت الرام 12 يعني شي خيالي وبطارية صارت ام بعد اكبر نروح نشوف السعر السعر طبعا تغيير من ثلاثمين ديار اذا قنات تكلم ثلاثمين 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 خمسين هذا عن طريق امازون اللي هو بعد قنات اخذ اللي هو المتين ستو خمسين جيجا وال 12 رام طبعا الاغلبي راح ياخذ اللي هو الخمسمية فراح يكون شوي اغلى من طبعا خشرة في بيكترز في صور معينة ايها صور الجهاز والوانة اوكي ما تهمنا خلنا نرجع مرة ثانية شيل بيكترز اوكي لرجع مرة ثانية على السعر وخلنا ننزل تحت خلنا نشوف نتورك شنو عندنا بالنتورك اللي هو 5G طبعا هل هو راح يدعمل 5G 8 هل هو راح يدعم بعد معاي 5G بلاس مو مذكور يمكن تكون مو مذكورة الشغلة هذي بس طبعا حتى باليو اس توقع راح يكون غير عن الباجي شوفوا حاطين ثاني ان امريكا شي والباجي شي ثاني هل هو شوفوا بامريكا راح يدعمل اللي هو مليمتر ويف العالمي ما راح يدعم المليمتر ويف هذي نقطة ما دلاش ما احبها بسامسونج يسوى الحركة هذي قبل لا باند واحد هاق الكلبس هني ما راح يدعم هل راح يدعم 5G بلاس مو مذكور بس ممكن يكون مو موجود 5G بلاس كاسم بس يكون يدعمونا بتون ما يكون موجود او معلن عنا لان سامسونج مفروضة تكون حجم 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 اللي هو موتر قيم راح يهمهم سي بيو هنبعد راح يهمهم موتر قيم حتى بشكل عام بروسيسر راح يفيدنا حك تصوير كل شي عندك المموري ما فيه طبعا انترنا الاحجام الموجودة عندك الوان تيرا طبعا اكيد راح يكون موات غالي بس انها موجود الوان تيرا ازين في عندك الهو الكاميرا الكاميرا طبعا ما صفاتها هني جبارة قوية سامسوك يعني مهما كان الكاميرا لازم السوفتوير ما لم يعدلونه أكثر عشان تصير الكاميرا أحسن الكاميرا عندهم تحتاج طبعا الأي آي رح تتكلم معنا بعد شو عين سيلفي كاميرا سيلفي رح يكون حسافة أن كاميرا بالغلل اللي هو موجود فيه مو به الجودة هذي عندك الوالسبيكارز عندك هني ربعنا رح تتكلم عن سؤال عندي اللي هو الانترنت عندك اللي هو عطل الواي فاي 7 وعندك ممتاز الواي فاي دايركت يعني تتكلم فيه انتري باند فيعنيك الواي فاي دايركت ثم تري باند رح سيستغل باندها ثلاثة وهو ممكن يعطيك واي فاي تري باند عندك البلوتوث ممتاز جي بي اس ياس ياس وعندك الو اس بي اللي هو رح يكون متاز عرفتنا ويدعم واي فاي سكس اي ويدعم واي فاي سفن هني رح تتكلم شوية هني رح يفرق معنا الوكيل اللي بالكويت هل رح يشقل واي فاي سفن او لا للأسف 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 ان الوكيل ما شقل سنطافة حق الأجهزة يعني عندي اللي هو الفولد فور ما في واي فاي سكس اي وسبت الوكيل نفسه فقبل لا تأخذون الجهاز من الوكيل قلوا له الواي فاي سفن شقال او لا قال لكم شقال توقعوا لا اخذوه قال لكم مشقال بعدين رح يشغله يقول لك تبلي بالعقد ومتى بعدين بعدين ما انتك متى موسين سنتين خلال شهر شهرين اوكي اكثر ارد الجهاز فواي فاي سفن لا ترضون باقل من جديد لا ترضون ما هذا هو موجود واي فاي سفن يعني لازم يبلك لان الوكيل عندنا سؤال فيه وايد وايد اشتكينا عليه وايد قدمنا شكاوي قدمنا حتى على الامارات اللي هو الوكيل الرسمي حق الشرق الاوسط كله او الخليج وما فادونه بشي وسبنا يقول الوكيل بالكويت ما عطان البيانات ولا راضي يعطينا اي بيانات فالوكيل بالكويت اذا ما شقل لكم من واي فاي سفن او ما عطاكم قلنتي على واي فاي سفن انا اقول لكم من الحين لا تاخدون جهاز لان ما رح يفيدكم واي فاي سفن تكنولوجيا احسن افضل الاي اي موجود حتى على القديم انا متاعا عندي الفولد فور رح يكون نازل على الاي اي لانا لو مدد خمس سنين انا تحت اي اوب ديت يسونا سامسونج فرح سوو لي اوب ديت واخد الاي اي فقدر اخر شيء غديم وما عندي مشكلة اذا ما اخدنا انا الواي فاي سفن وما عندي فاي بجي بلاس ما اعتقد رح يفيدني جهاز هذا كله وهذه شغلات الباجة تيتانيوم طبعا تغليد اكيد 100% يعني نقول تغليد انا نقول تغليد نعترف تغليد الشكل الشكل اللي اسمه ايفون تغليد 100% طبعا هذة الاسعارة احطينهم من امازون تبدو ان تشوفوها عندك اليوكي وعندك اللي هو العالمي يعني ما في فارق وارد اليوكي حتى ارخص عندك ال 512 عندك اليوكي والعالمي اليوكي هم ارخص عندك الوان تيرا بس على اليوكي اللي هو رح يكون عالمي هم بعد اليوكي رح يكون عالمي اتوقع الامازون امازون الثاني رح يكون موجود اللي هو الامريكي فهذا الاسعار اللي موجودة زين اني طبعا اه اوكي ال 1200 باوند لا ال باوند اغلى من الدولار وفي يورو وبعد لا اي ركزوا على الاسعار لا بوش وضيعكم تشيكوا الاسعار عدد هذا دولار باوند دولار باوند دولار باوند ففي فرق وايد من الاسعار تأكدوا من الاسعار وشوفوا الشي اللي نعصبكم محمد بعد نريد مرة ثاني نكرر واي فاي 7 واي فاي 7 واي فاي 7 اذا مش اقل الجهاز حاله حال اللي هو النوت 23 ورح يكون نوت 23 بنص السعر من النص السعر اللي هو اه مو علانة عنه رح يكون وايد رخيص اه ما رح يفرق معي وايد زين اه تأكدوا قبل لا تأخذونا يعطيكم العافية وشوفكم الفيديوهات ثانية اشتركوا في القناة